النهاردة فيه خناقة حلوة قوي في أوروبا بخصوص لقب الهدف التاريخي في عالم كرة القدم تعرفين مرة هنا تكلمنا عن كريستيانو رونالدو بليه ومين تخطى فيهم موضوع يعني أكثر هدف في تاريخ كرة القدم النهاردة كريستيانو رونالدو بيسجل في شباك نابولي ووصل ل760 هدف مشواره والحقيقة كسر طبعا رقم بليه مش كده وكسر كمان رقم بيكن بيكن صاحب 759 هدف بحسب شبكة أوبتا طبعا بيكن كان يعني هو طبعا رجل تشيكي يعني بيلعب في خط الهجوم كان مميز جدا اسمه واسم عيلته ارتبط بالحرب العالمية ويمكن ده أثر على سرين عمره اللي لعب فيها النهاردة بيظهر بيكن بعد ما مت للتحادل تشيكي النهاردة بيصدر بيان رسمي عشان يقول أن رونالدو لسه محتاج 62 هدف علشان يكسر رقم بيكن وأنه رقم الحقيقي لعدد أهداف بيكن 821 هدف في المباراة الرسمية ككلهن فواضح جدا أن الخناقة دي هتطول بس خناقة حلوة وكمان بيلي طرف فيها هو رفق جدا أنه يعترف بأنه رونالدو تفوق عليه فتوصيق الأهداف ده مهم جدا رونالدو لسه قدامه مشوار طويل برضو يعني سواء على بيكن سواء على بيليه لسه مشوارك يا رونالدو لسه قدامه مشوار طويل لكن زي ما أنت قلت يمكن بيكن وبيليه المسابقات كانت قليلة رونالدو في عصر مسابقات كتيرة جدا ودوري طويل جدا وبيلعب على مستوى المنتخبات يعني متشاط كتيرة جدا ده بتساعده على زيادة عدل الأهداف لكن دايما التوصيق الأهداف مهم جدا والشيك النهاردة بيدفعوا عن أسطورة بيكن بأسطورة من أساطير قرط القدم عندهم وبالتالي بيقول لا ده رونالدو انداليس عندك 65 جن عشان تحصل بيكن أو 62 هدف فهنشوف التوصيق الأهداف هيوصل لفين كمان النهاردة الاتحاد البولندي لقرط القدم أعلن تعيين البرتغالي باولو سوزا طبعا البرتغالي ده مدرب حاليا بقى مدرب للمنتخب البولندي باولو سوزا طبعا وهو لعيب كبير جدا جدا على المستوى الأوروبي توجد بطولة أبطال أوروبا مرتين مع اليوفينتوس الإيطالي والدورتموند الألماني وكانت آخر محطاته التدريبية كان نادي بوردول فرنسي طبعا سوزا النهاردة بقى المدير الفني المنتخب البولندي تاريخ كبير جدا على مستوى اللعب لعب في الإنتر لعيب كبير جدا وكان عنده كمان خبرات تدريبية كبيرة جدا على مستوى الدور الفرنسي اللي جاء يمكن كان مدرب لبردوه السيزون اللي فات النهاردة اتحاد البولندي بيعينه مدير للمنتخب البولندي طيب نروح لسيرجيو أجويرو الأرجنتيني طبعا اللي بيلعب النهاردة مهاجم من ساتي الإنجليزي بنهاردة بيعلنوا إصابته بفيروس كورونا أجويرو طبعا سيء الحظ جدا في الموسم ده تقريبا هو ملعبش يعني تسع مباريات بس مع منشستر سيتي بيسجل هدفين النهاردة أجويرو كمان بيعاني من إصابات تعضلية متكررة دي اللي خليته بعيد تقريبا عن الملعب طول الموسم ده فجت قضيت عليه طبعا يعني طبعا إصابة يعني صعبة يعني هو لعيب مميز وهدف كبير جدا جدا يعني أكيد بيأثر على فرقيته بالسبب كمان نروح بقى ليه على المستوى الاتحاد الأوروبي النهاردة كارل هاينز رومينيجا المدير التنفيذي لنادي باير مونيخ قال النهاردة أن أليكساندر تشيفرين ده رئيس الاتحاد الأوروبي لقرط القدم الويفا بيفكر في إقامة بطولة اليورو 2020 في دولة واحدة حضرتكم عارفين طبعا أن البطولة مؤجلة بسبب فيروس كورونا والمفروض كانت تقام في الفترة من 11 يونيو ل11 يوليو 2022 بالاتفاق كان على إقامة على بعض المدن يعني ما كانتش هتبقى في مدينة واحدة المبراجة كانت هتبقى في مدن جلاسكو وديبلين وبالباو وامستردام كوبينهاجن ميونيخ روما بنكلم على بخاريس بودابيست كانت البطولة مقسمة طبعا بسبب فيروس كورونا على عدد كبير جدا من الدول ومن الدول الأوروبية بشكل كبير النهاردة بيطالب أنه ممكن جدا البطولة تقام في بلد واحدة لكن طبعا بسبب ظروف كورونا ممكن جدا وغالبا هنرجع للنظام القديم وفي الغالب هتقام في إنجلترا طيب نروح لحنا لسه مع الأخبار العالمية آخر خبر معنا النهاردة عن زين الدين زيدان زين الدين زيدان دلوقتي بيواجه عاصفة عاصفة من الهجوم الشديد جدا وليه حق يعني الحقيقة يعيش هذه العاصفة لأنه النهاردة يعني أنت بتكسب من فريق درجة ثالثة زيدان والتوتر الإعلامي بعد ما بيودع النهاردة كاس مالك أسبانيا على يد فريق مغمور جدا من الدرجة الثالثة فده شيء يعني يحسب عليه ريال مدريد النهاردة بيخسر أمام نادي اسمه القيانو هو بيودع البطولة في مفاجأة الحقيقة غير متوقعة بالمرة فدايما يعني زين بيقولك الصحافة والإعلام سلاح ممكن يطلعك لسابع سمى ممكن يعني يضيقك جدا وما يقبلش غريبة جدا ويصادف كمان يا سام خلال الثلاثة يعني سباني اللي فاته البايرن بيخرج من فريق درجة ثانية في كاس ألمانيا بتتكلمي على روما بيخرج من كاس إيطاليا بتتكلمي على ريال مدريد وأكيد طبعا بيرجاوز علان لكن أنا فرحان فالموضوع طبعا برجاوي المخرج برجاوي حبيبنا المخرج طبعا لكن طبعا هو كمان زيدان عصفة من الهجوم لأن مش طبيعي كمان إن ريال مدريد يخرج عن طريق فريق من الدرجة الثالثة لكن كرة القدم ملهاش مقاييس خاصة في الكاس يعني خاصة في الكاس ممكن أي حاجة بس مش للدرجات دي لا بتوصل البايرن خرج من كيل بس لا يعني مش كرة القدم سدقيني بزيج في الكاس بتبقى المواضيع صعب صعب مواضيع ممكن أي حاجة تحصل فيها اشتركوا في القناة